العذراء حبايبي بنات العذراء اللي كتير أنا بحترمهم بحترم صبرهم وطموحهم اللي ما إلو حدود صحيح بنات العذراء بيني وبينكم بس ما تقولوا لحدا صحيح إنهم كتير يعني خلينا نقول بيعطوا فكرة خاطئة أو مش مية بالمية عن حالهم وهم قاصدين هذا الإشي يعني بتلاقيهم من بتلاقيهم من الناس اللي جواتهم غير براتهم وهذا الشي مش عب بنت العذراء وشاب العذراء بيوهموا أو بيحاولوا يوهموا اللي حواليهم إنهم كتير أقوية مهما كانت الصعوبات عندهم فهم ببينوا إنهم كتير أوكي والأمور تمام ليش لأنهم في ذاتهم في داخلهم إنه كل الأمور لها حل ويعني كل إشي مش منيح بيلحقوا إشي منيح فهذا أحلى شي في برج العذراء بنات برج العذراء مختلفين شوية عن شباب العذراء الشباب كتير خلينا نقول مش روتينيين لا بس بحبوا الاستقرار بشكل عام على جميع الأصيدة بحبوا الروتين بنات العذراء لا بتلاقيهم شوية كشو بد أقول يعني مش مجنونة بنت العذراء بس بتحب أحيانا هيك يتنجن بكل دلعب كل حلاوة وهذا اللي بيحبب الشباب في بنت برج العذراء طبعا هنحكي عن الفترة الماضية والثلاث أشهر الجايين فيا رب انه تزبط هاي القراءة معاكم كلكم حبايبي برج العذراء اللي قلوبهم كتير كتير طيبة وهما كتير راب من القلب صديقاتي برج العذراء وكمان من الشباب من الناس اللي أنا أحيانا بلتهي لأنه في عندي كتير بيكون شو هل وأمور بدي أخلصها فبلتهي ما بلاقي إلا هم يعني عم بيرنوا عم لا بيسبوا كمان يعني إنه ليه ما عم تسأل عنا ليه ما فكتير طيبين وكتير يعني صادقين في صداقاتهم بتكون طويلة الأمد صداقاتهم وعلاقاتهم العاطفية هذا أحلى شي أنا بحبه في برج العذراء وعمليا كتير ناجح وكتير بكافح حتى لو بلش من الصفر ووصل للعشرة عادي جدا إذا خسر عادي جدا في كل لياقة وبكل حياء بكل يعني شو بحكوها بكل روح رياضية ممكن يعيدوا من الأول وعادي والأمور تمام عندهم وهاي سبب قوتهم وصلابتهم بالفترة الماضية شهر أربعة شهر أربعة كان فيه تقريبا أو شهر ثلاث ثلاث أربعة هذا اللي أمبين إنه كان فيه جرح كبير عند برج العذراء ويمكن هذا الجرح كان موجود من البداية لكن يعني كبر كتير بشهر أربعة وبشهر خمسة صار فيه عندهم تشاؤم كامل من العلاقات العاطفية من الناس اللي يعني من أقل الناس اللي صار فيه عندهم انفصال أو حتى في الحياة بيصير عندهم انفصال اللي هو طلاق لو كان فيه زواج الناس اللي متزوجين هم العذراء لأنه ما بيحبوا يتخلوا بسهولة حتى لو كان الطرف الآخر هو سيء فهم بظلهم مستحملينه بظلهم مع إنه كذا فرصة بيلاقوا حواليهم يعني هم من الناس الجذبين جدا برج العذراء الأنيقين بفكرهم في مظهرهم وجوهرهم هم برج العذراء من أحلى الأبراج لكن أحيانا اللي بيصير إنه من كتر حبهم في الطرف الآخر والتضحيات اللي بيصير بيصير إنه الطرف الآخر بتملكهم فخلص بيكون عندهم تحصيل حاصل إنه برج العذراء خلص ما حيتخلى عني وهذا الإشي يا جماعة العذراء بتكم تحاول تغيروه فيكم طبعا ما بقول عن الكل لكن خلينا نحكي 60-70% منهم وحتى الناس اللي حوالي يعني بتنطبق عليهم هاي الأمور تماما عندي صديقة برج العذراء يعني زوجها أبدا مو منيح معاها عم بتروح على شغلها هو ترك شغله عم تصرف عليه هذا الشي مش عيب أبدا أنا ما عم بقول إنه ما نوقف مع الطرف الثاني لكن هو سيء أساسا معاها وهو عم يعمل علاقات تانية مع بنات تانين خارج هذا الزواج لكن هي بتعرف وبتظلها بتهدستمر بهذا الموضوع فأنا دائما يعني ضدها في هذا الشي ودايما بنبهها وبحكي لها النصائح اللي يعني من قلبي والله بتكون طالعة برج العذراء بدك توقف تضحيات علشان تبلج حياتك حياتك حظك حلو كتير 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 فترة الجاي في فرص كتير ما ترجع للقديم القديم كتير سيء بالنسبة إلى قومة من الطاقة السلبية اللي ممكن تكون متواجدة في شخص هو الشخص اللي كان معك لذلك إذا لسه ما بعدت عنه أنا بنصحك تبعد عن هذا الشخص لأنه بمثابة سم في حياتك حتى في شغلك عم يتدخل عفكرون هاي العلاقة السيئة الطاقة السلبية أثرت حتى مش بس بالعاطفة هو أثر عليك في عملك وانت من الناس اللي عندك العمل number two طبعا على حساب أنه العاطفة number one عند العذراء لأنه من الناس اللي كتير رومانسيين وكتير وبيحبوا حالة الحب نفسها يعني برج العذراء حتى لو ما كان عنده حبيب هو بحب يحسس حاله أو بحب حالة الحب نفسها لذلك حتى لو ضحوا كرمال هذا الشخص أحيانا بيكون مش حبا فيه مش لأنهم مش قادرين يعيشوا بلا لا بس لأنهم هم ناس كتير طيبين ورومانسيين وبيحبوا حالة الحب ما بحبوا يطلعوا منها ما بحبوا يكونوا لحالهم على الصعيد العاطفي بحب دائما أنه يتدلع هيك برج العذراء ويدلع وشاطرين يعني هم أكتر ناس شاطرين في الحب أو إعطاء الحب للطرف الثاني نصيحتك كمان مرة بقولها بقولها لكم أنه تخففوا شوي حلوة تضحية كرمال الطرف الآخر كتير حلو لكن هذا الإشي لازم أنت كمان تاخد تضحية وانت لازم كمان تاخد حب واهتمام وقوله إلا الخيانة يا جماعة الخير بنت العذراء ما تضلك مع شخص يخونك كتير تكررت معي بالقراءات الخاصة يلي عم يبعتولي أنه بقوله لأ أنا بدي أضلي معه طب ليش بديك تضليت معه أنت في فرص كتير بالفترة الجاي فيه كتير فرص وسعادة إذا أنت تركتي هذا الشخص شوفوا هده البطاقتين فوق بعض شرط يعني شرط إذا تركتي هذا الشخص أنت فيه سعادة كبيرة بالفترة الجاي لأنه حتلاقي شخص بناسبك تماماً وبيقدر الحب اللي أنت عم تعطيه فلذلك أنا عب بقولك ارتاحي وريحي أمورك فيه شخص عم براقبك من البعيد لكن هو حاسس أنه فيه بحياتك شخص أنا عم بقوله العزاب فيه شخص بحياتك لذلك هو مباحث شوي هاي الفترة لكن بمجرد أنه يلاقيك أنت وحيدة أو خلص بدون علاقات يتقدم لك هذا الشخص وعلى فكرة قلبه كتير صافي ويمكن يكون غني ممكن يكون غني لدرجة كبيرة عفكرة وهذا الشي حلو كمان إن شاء الله يعني وقلبه صافي فشو بدك أحلى من هيك؟ هذا بالنسبة للعاطفة بالنسبة للعمل نجاحات كبيرة بالنسبة للعمل وفيه حلم أو فيه فكرة مشروع كذا كنت كتير حابة إنك تعمليه وعم بتأخر أنا دائما بحكي للبنات بس يا شباب ما تزعلوا مني لأنه أغلب القراءات الخاصة بنات بتكون عندي فمتعودة إنه أحكي بصغة إنه للبنات بس أنا أصطيه للشاب وللبنات من برج العذراء طبعا فيه كان عندك برج العذراء فيه كان عندك فكرة مشروع نواة بس أنت واقف يعني بدك تقدم خطوة؟ لا بدي أتراجع أنا بقولك اقدم على هاي الخطوة لأنه حتكون ناجحة إلك ومنحة لإلك مية بالمية وحا يعني حتكون في مكان حتلاقي حالك في مكان تاني فيه وفرة مالية كبيرة مبينة بالأوراق لذلك بلش هاي الفكرة ابعد عن هذا الشخص اتطلع حواليك منيح اهتم بكل اللي حواليك ما تطنش أبدا ولا أي تفصيلة الشخص الحلو اللي عم نحكي عنه يلي قلبي طيب يلي معه فلوس كتير هو جاي بالطريق فإنت رح تكون ماسكه بإيديك ورجليك وهاي نصيحتي إلك مش عشان الفلوس مش عشانه غنيلة لأ طبعا بس لأنه قلبه صافي وحيعطيك الحب يلي أنت بتستاهله طبعا برج العذرة استنوني بقراءة تفصيلية لأنه هاي قراءة عام ميلة ثلاث أشهر ما معقول أنه تكون يعني تنشي معاكم مية بالمية استنوني بالفيديوهات التفصيلية شهرية أو أسبوعية على حسب الفضاوة طبعا وترجمة نانسي قنقر